الخصيتين معروفات انه لما بيصيبهم الام بتكون من اشد الام اللي بتصيب الانسان يعني الام لا يمكن انه تطاق وبالتالي الالم دايما هو اللي بيجيب المريض اللي بيخليه يعني يذهب الى الطبيب مجبر فرضا انه انا مش قادر اطلع صار مانع تجول مش قادر اطلع اروح على المستشفى انا قادر اروح على العيادة خاصة او سكرت العيادات الخاصة او سكرت المستوصفات والجمعيات لو كان عندنا الم بالخصيتين ايش كيف بدنا نساعد حالنا ونساعد اللي حوالينا باشياء بسيطة موجودة بين ايدينا ايش هي ها اسمعوا الكلام كمان ياللي بسمعونا الان في البيوت انا عارف الكل بسمع اذاعة القدس والكل الان في البيوت وممكن اكبر عدد بسمع مشان هيك يعني انا حريص جدا في ظل هالظروف اللي احنا عايشينها انه يعني نوصل المعلومة الحاجات وانا في البيت ايش بدي اسوي هاي احنا بنقول لكم الزبدة والخلاصة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي المستمعين اينما كنتم وتواجدتم معكم محدثكم الدكتور ايمن عيد السحباني سيشاري جراحة الكلة والمسالك البولية والعقم والضعف الجنسي اليوم بدنا نتكلم عن يعني سلسلة من المواضيع اللي بتخص وضعنا الحالي اللي احنا بنعيشه العالم كله مجبر ام مخير في وضع حجر صحي يعني العالم كله لا يستطيع الا قليل طبعا لا يستطيع الخروج والدخول والسفر كما كان في السابق لكن بدي اتكلم عن فئة الان مهضومة حقها فئة المرضى طب اللي بيعاني يا دكتور المرضى احنا عمال بالايام الطبيعية اللي هو لما بكون فيه المستشفيات تعمل والعيدات تعمل والمختبرات تعمل والصدريات تعمل يعني بالكاد الواحد يمشي امور فما بالك الان مش قادر يطلع واللي عندهم الام منشان هيكد وكان يعني اللي زامن علينا انه نعمل سلسلة من الحلقات اللي ان شاء الله تساعد هدولا المرضى اللي هما في بيوتهم الان يعني كل الناس اللي بيعانوا كيف بدي عالج المرض اللي انا فيه اه وانا في بيتي او اساعد في علاج او اخفف حدة المرض وحدة الالام اللي انا اه بعانيها وانا في بيتي من الحاجات المتاحة اللي موجودة عندي فرضا انه انا مش قادر اطلع صار من يتجول مش قادر اطلع اروع على المستشفى لا قادر اروع على العيادة خاصة او سكرة العيادات الخاصة او سكرة المستوصفات والجمعيات بالتالي ما العمل ان شاء الله اليوم بدينا اعمل سلسلة من الحلقات وهذه اول حلقة حلقتنا اليوم الحلقة هذه احنا اتكلم عنها كيف تتخلص من الام الخصيتين يعني الخصيتين معروفات انه لما بيصيبهم الام بتكون من اشد الام اللي بتصيب الانسان يعني الام لا يمكن انه تطاق وبالتالي الالم دايما هو اللي بيجيب المريض اللي بيخليه يعني يذهب الى الطبيب مجبر يعني مش والله شوف لما بقالك السن مسوس وما فيش فيه الام بتركوا الانسان ما بروحش هو سوسة وبتنخر لكن طول ما فيش الام ما بروحش وبالتالي الام الخصيتين الخصيتين ورموا انتفخوا لكن ما فيش فيهم الام ما بروحش المريض لكن اللي بيجيب المريض انه لطلب المشورة والاستشارة والعلاج هو الالم طيب الان لو كان عندنا الالم بالخصيتين ايش كيف بدنا نساعد حالنا ونساعد اللي حولينا باشياء بسيطة موجودة بين ايدينا ايش هي اول حاجة انه بدنا نعرف الالم الخصيتين هو اي احساس بعدم الراحة في احدى الخصيتين او كلتا الخصيتين اليمين او الاشمال ويمكن هذا الالم ممكن يبدأ بالخصية نفسها او يكون يعني نتيجة التهاب او حصوة اسفل حالة بتعطي الالم بالخصيتين وبالتالي اسباب اللي هو الالم اسباب كثيرة لكن اكثرها اكثرها شيوعا اللي هي التهابات الخصية التهاب البربخ اللي فوق الخصية يعني بعض الاحيان دوال الخصيتين لما بتكون يعني الانسان طول النهاره واقف وممكن تعمل هي قليل لكن ممكن تعمل التواء او انفتال الخصية ممكن تعمل الام بالخصيتين حصوة اسفل الحالب ممكن تعمل تعطي الام بالخصيتين الاحتقان في غدة البروساتة بعطي الام بالخصيتين الالتهاب في غدة البروساتة من الممكن يؤدي الام بالخصيتين طبعا الان يعني الالام اسبابها كثيرة لكن بدي نحكي بشكل عام وانا في البيت ايش اسوي ايش اعمل يعني على اساس اخفف من حدة الالام بل ان استطعت اعالج هذه الالام او سبب الالام اذا عرفناها اول حاجة في حالة الام الخصيتين بدي اللي عندهم او بيصير معاها الام الخصيتين يستلقي على الظهر لانه الاستلقاء على الظهر ويدعم الخصيتين يعني يرفحهم يشعر الانسان بالراحة لانه الوقوف بزيد الام الخصيتين المشي الكتير والاجراي والاعمال الشاقة بتزيد من الام الخصيتين وبالتالي دايما احنا بننصح الناس اللي عندهم الام الخصيتين بنقول له الراحة التامة في البيت وبعدين بدي احكي معلومة كمان للي بيسمعونا الان انه الام الخصيتين في كثير من الاحيان تحتاج الى وقت ممكن شهر لشهر ونص وممكن حتى لشهرين يعني من شهر شهر ونص شهرين حتى تختفي المشكلة هذه في حال تشخيصنا وعلاجنا لكن احنا بنحكي انه في حال انه والله خايف اروع المستشفى ومش قادر اطلع او فيما نتجول او مش مضطر الى الخروج بدنا نسوي النقاط هذه هي ممكن خمس نقاط بدي اشرحها يعني باسهاب على اساس انه نفهمها اول حاجة زي ما قلنا لاستلقاء على الظهر يعني النوم بدنا ننام على اساس انه الالم حيخف تاني حاجة بدنا نجيب استخدام الثلج الثلج او اي شيء يعني لو في عندنا من المجمدات او في عندنا اشي محطوط في الفريزر يعني ثلج بممكن نلفه بشاشة ونحطه على منطقة الخصيتين الاستخدام الثلج يعني يستخدم لتخفيف اللي هو الالم ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ونلفه بجماش ونحطه على منطقة الخصيتين بيخفف الالم بيخفف التورب وبيخفف حتى الالتهابات اذا الحاجتين التنتين اللي هو يعني اللي بدنا نعملهم بدنا اللي هو نستلقى على ظهرنا نستخدم الثالج لتقفيفه الالم الحاجة التالتة بدنا نلبس كيس رافع على الخصية لانه كل الخصيتين كل ما كانوا متدليات كل ما زاد الالم مشان هيك بدنا نجيب كيس للخصيتين ونلبسه طوال النهار وهذا من وين بنجاب بنجاب من الصيدلية كيس رافع من الخصيتين للخصيتين وابنفكه بالليل بنفكه بالليل طيب ايش في غير هاي ثلاث حاجات احنا ذكرناها ايش في حاجات رابعة وخامسة الان ضلت الرابعة الاشي الرابع بدنا ناخد اي مسكنات موجودة عنا في البيت والان مفهوم انه هلوقت الدواء صار زي الماء والغذاء يعني لابد منه في كل بيت اكيد بنلاقي مسكنات اكامول او براسيتامول او الدايكلوفين او لتروفين يعني اي مسكنات فولتامول يعني ايش اللي كاتامول اي حاجة من المسكنات اللي عندك تستخدمها اذا كان فيه الام يجب انه احنا نحد من هذه الالام بأي ونسكن هذا رقم اربعة رقم خمسة المعلومة الخمسة الخامسة اللي بدنا نحكي وهذا واحنا في البيت ها هذا كله واحنا في البيت المعلومة الخامسة اه غالبا الالام بتكون نتيجة التهابات اه نتيجة التهابات يعني اذا كان اه اه حسيت الخصية ولاقيتها مؤلمة مش قادر تعص عليها وتحسها يعني معنا ذلك كلام التهابات اذا كان البربخ حسيته وكان مؤلم اذا هذا التهاب في البربخ اذا كان حسيت الخصيتين انت بنفسكها مش شرط انه يكون طبيب يعني احنا بحكي لك هاد المعلومات عشان تعرفها حسيت الخصيتين اه والله يعني اه مفيش فيهم الم من الممكن يكون نتيجة لهو الالتهابات ان كان اه في البرستاتا او التهابات يعني اه او حصوة حتى اسفل الحالب لكن الالتهابات طبعا بتكون معانا اعراض تاني غير الم بالخصيتين اللي هو حرقان في البول او تنجيد في البول او تقطيع او تكرار او اه يعني انه ما بفرغش المثانا كاملة كل هادي او بقوم بالليل اكثر مرة هادي بتدل على وجود التهابات اذا وجدنا التهابات اه يعني ان كان اه في الخصيتين كان في البربخ او في الخصية نفسه او في البرستاتا اذا الحاجة الخامسة اللي بدنا نحكيها وهذا اكيد في كل بيت موجود اللي هو ناخد مضاد حيوي طبعا الافضل في الايام الاعتياديا المضاد الحيوي احنا بناخده بناء على المزرعة كان مزرعة بول او مزرعة سائل منه بالنسبة للرجال اه اه لكن لما احنا مش قادرين نطلع لعام مختبر ولا قادرين نصل الدكتور اذا بناخده المضاد الحيوي اللي موجود عنا وهدولا يعني اوغمين اللي موجود عنا اه زينات اذا اذا موجود عنا السيبروفلوكسسين سيبروكس اذا موجود عنا او سيبروكير اه ليوفلوكسسين اوفلوكسسين يعني اي مضاد حيوي موجود عنا من الممكن انه احنا نستخدمه لتخفيف اه حدة الآلام والتخلص من المشاكل اللي هي مشاكل الخصيطين إذن على عجالة بدأ أوجزلكوا إياهم عشان نفصل بعض الشيء في بعض الحاجات أول حاجة تكلمنا أنه لما عندنا آلام شديدة بالخصيطين نستلقي على يعني النام ما نتحركش ما نقول نشتنجري الراحة التامة وهذه مهمة جدا هذا أول معلومة والمعلومة الثانية أنه نجيب الثلجة والأشياء الباردة ونحطها على منطقة الخصيطين الحاجة الثالثة كيس رافع للخصية نجيبه من الصيدلية أو يعني إحنا مش متاح لوقت أنه نروح نصل الصيدلية بدك نجيب لكلوت أنه يكون ترفع الخصيطين يعني يكون حاجة مش من البوكسر هدول لا من الحاجات اللي الخصيطين يكونوا مرفعات لفوق هذا الحاجة الثالثة الحاجة الرابعة المسكينات اللي إحنا ذكرناها اللي موجودة عندنا الحاجة الخامسة المضاد الحيوي إذا كان يعني إحنا تكلمنا عن أنه المشكلة الالتهابات وهذه كله الأشياء اللي إحنا ذكرناها كلها موجودة في البيت بدي أفصل بعض الحاجات فيها من أكبر الدقيقة المتبقية معنا إنه لو عنا السبب لو والله ببول دم يا دكتور وعندي آلام بالخصيطين عندي مغس هو أسفل بطل لكن بينزل لتحت يعني ممكن نشك بوجود حصوة أسفل حالب ويعني وحس بغثيان إنه في عندي غثيان أو نتج يعني كلها دلائل بتدل إنه المشكلة ممكن تكون حصوة في أسفل الحالب واللي بتعطي آلام بالخصيطين وبالتالي بحاجات بسيطة أيضا وموجودة عندنا في البيت إيش بدنا نسوي يا دكتور بدنا نجيب نغلي نجيب لشعير وهذا أكيد يعني كل واحد يعني متاح أو أي سوبر ماركت عندك أو محل بقالة عندك ممكن نجيب اللي هو لشعير وهذا أنا بنصح إنه دايما يكون عندنا حتى ناس الطبيعيين لأنه بيدر اللي بوله بصفي الجسم من الرواسب والعوالق والالتهبات والأملاح والحصوات حتى وبالتالي لشعير كنز وأنا حكيت عنه في حلقة سابقة على شعير الباكدونيس إذن نجيب لشعير البلدي ونحط كباية على لتر مية ونشربه زي كنا بنشرب الشاي أو هو بارد نشرب منه أكثر من كباية في خلال النهار هذا بيدر البول وبساعد على إنه هو لو فيه حصوة صغيرة في أسوال حالب إنه تنزل ونتخلص منها وبالتالي لو فيه التهابات بساعد كمان الجسم إنه يتخلص من الألتهابات وبالتالي مهم جدا إنه وإحنا في البيت إنه نتبع هذه الخطوات في خطوة أخيرة هذه بشكل عام اللي هو الاكثار من السوائل يعني إحنا في البيت الآن قاعدين وقاعدين إذن بدنا نشرب سوائل وأنا قلت في حلقة سابقة أيضا إنه شرب الماء شرب الماء يعني عند الاستيقاظ أربع أكواب من الماء الفاتر أو الدافئ هذه بتغسل كل الرواسب والعوالق والأملاح والالتهابات وبتاع الطاقة وحيوية ونشاط وغذاء للجسم وحتى ليونة وحتى للمفاصل وبالتالي نعم هتروح على الحمام شوية طبعا البعض ممكن يقولك يا دكتور طبعا أنا بقدر إش أروح على الحمام يعني أروح أشرب أربع كبه مش متعود وبالتالي بنقول كالتالي عشان ننهي فيها هذه الحلقة طبعا معلومات كثيرة عنا لكن الوقت يعني حصرنا شوية محدود طبعا ممكن نبدأ بالمياه كباية بس نبدأ المهم نبدأ المهم الإرادة المهم الاستمرار طبعا عشان نحس بالفرق بدنا جلش شهر مش الواحد نشرب ليوم وليومين نقولك طبعا أنا مش شايف أنه صار حاجة لا عشان تحس بالفرق بدنا نشرب نستمر لمدة شهر طبعا نبدأ بكباية واحدة مية فاترة وحبذة ها اسمعوا الكلام كمان يلي بسمعونا الآن في البيوت أنا عارف الكل بسمع إذاعة القدس والكل الآن في البيوت وممكن أكبر عدد بسمع مشان هيك يعني أنا حريص جدا في ظل هالظروف اللي احنا عايشينها انه يعني نوصل المعلومة الحاجات وأنا في البيت ايش بدي أسوي هاي احنا بنقولكو الزبدة والخلاصة حبذة المية الفاترة لو حطينا هلقت اللمون موجود حتى نزيد المناعة والمية طبعا كتر السوائل حتى بتعزز المناعة والحرق لأنه الواحد بيأكل وقاعد حرق السعرات الحرارية بشربنا المية حبذة لو جبنا كوبية المية الفاترة وعصرنا نص لمونة أو لمونة وشربناها وشربنا هيك يعني قدش بنقدر ثلاث أكواب أربع أكواب في خلال نهار خمسة ستة سبعة تمانية المهم لازم نشرب كمية كافية وكمية وفيرة من الماء وطبعا كمعلومة أيضا من ضمن المعلومات العمال ونقدمها ممكن نقول لكم على خلطة نعزز فيها المناعة ونخلي الجسم يطرح السموم اللي في جسمه اللي احنا يمكن انشغالنا في حياتنا اليومية لكن الآن فرصة الأغلب الآن في بيته أنه نجيب الشاي الأخضر وهذا رخيص كمان مش موجود اللي هو الأوراق الأوراق المجففة هذا فيه فيه الشاي تمانية شكل تقريبا نص كيلو ممكن نجيبه من السوبر ماركات ونحط شوية الشاي الأخضر على قدر كوب يعني كل مرة نغلي الشاي الأخضر وبعدين نجيب الزنجبيل بنكم الشرايح وإذا ما فيه الشرايح نجيب من البودرة ونحط يعني نص معلقة زنجبيل مع الشاي الأخضر مع نص لمونة أو لمونة ونشربها يعني صاروخ من تقوية المناعة وبالتالي طبعا يعني مع هذا مع اللي هو شرب السوائل لابتعاد عن الطراش والمخللات والفلفل يا جماعة هذه كلها واللحوم الكثيرة اللحوم المصنعة هالوقت الأغلب روحات السوبر ماركت بدنا نعزز منعتنا بهذه الأشياء على أساس أنه نكون بصحة وبعافية ونقاوم أو جسمنا يقاوم أعطى الميكروبات بل والفيروسات اللي هي منتشرة في وقتنا الحاضر حفظكم الله ورعاكم دمتم بعز وكرامة وأمن وأمان وصحة وسعادة إذاة صوت القدس صوت حر لشعب حر ترجمة نانسي قنقر